موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجنا الجديد برنامج حصلها هذا البرنامج يعتمد على أسئلة قياس أسئلة اختبار القدرات سواء الكمية أو اللفظية في حلقتنا اليوم راح نستضيف مجموعة من نجوم قياس نتعرف عليهم مع طلحة معنا هنا عبد الرحمن الزين عمار عبد الله محمد وخيرا عبد الله وأحمد الشباب يشاركونا في الحلقة في جواب الأسئلة الهدف من البرنامج أنه يوصل الطالب طالب الثانوي أو المقدم على الجامعة يستفيد من جواب الأسئلة القدرات الأقصر والأسهل بحيث أنه إذا قدم على اختبار القدرات يكون عنده رؤية عن أسئلة اختبار القدرات حياكم الله شباب أعطيكم ألف عافية أمام الشباب فرصة دقيقة واحدة فقط لحل السؤال بمجرد انتهاء طلحة من طرح السؤال عليهم جاهزين؟ جاهزين طيب السؤال يقول ما هو العدد الذي إذا ضرب في العدد الذي يليه كان حاصل ضرب العددين يساوي حاصل جمع العددين زائداً 19 الخيارات ألف ستة باء سبعة جيم خمسة دال ثمانية هاء ثلاثة نبدأ الجواب بدأ العدد التنازلي للحل والحماس يبدو واضح على الجميع حتى على طلحة اللي دخل في الجو مع الشباب لكن واضح أنه ما حد أعطى وجه خمسة أسئلة اجب من المهم سعب نحن سنضرب حمسة زائدة روح هذا مصح جيد أتمنى أنت أنا أقار أخباب عليكم شميل كم إلى حلف كم إلى حلف خلصت مشرون؟ نعم لا ما هو لكني سنتظر لنعطي منك الفريق الثاني انتهى من حل السؤال قبل انتهاء الوقت لكن الفريق الأول يبدو أنه مرتبك بعض الشيء ولازم يتأكد من الإجابة قبل انتهاء الوقت صلت الجواب يا عمار حنوصل لأين نعم؟ الجواب خمسة جيم جيم خمسة؟ والشباب الجواب؟ خمسة جيم خمسة؟ من اللغة سنتبعني؟ طيب أعطيكم الفعافية خليني نشوفوا الشيء الجواب اللي أخذناه من متخصص في اختبار القدرات نشوفوا مشاهدينا كانت إجابة السؤال في الخيار جيم الرقم خمسة باعتماد طريقة التجريب نختار الرقم خمسة خمسة في ستة الناتج ثلاثين وهو يساوي خمسة زائدا ستة إحدى عشر زائدا تسعة عشر ثلاثين ورجعنا لكم مشاهدينا ناخد تفصيل الأجوبة اللي طرحوها الشباب لهذا السؤال عمار ممكن تعطينا كيف جاوبت على هذا السؤال واخترت الجواب جيم خمسة؟ ناخدناه من طريق تجريب الخيارات نجرد كل خيار ونشوف نطبق على السؤال ضرب العدد نفسه و العدد اللي بعده لازم يكون حاصل الضرب هذا مجموع العددين زائد نساطاش طبعا هذه الأسلاحة الإجابة الأكربة والصحية لابد من التجريب وصلنا إلى خمسة خمسة ضرب ستة ثلاثين ثلاثين طرحنا منها تسعة عشر تبقى احد عشر خمسة زائد ستة عشر إذن يكون الجواب وجي إذن أنت حالت بنفس الطريقة أو الطريقة مختلفة؟ هي نفس الطريقة تقريباً هي التجريب بس إيش الفكرة في سرعتكم يعني أنتم ما شاء الله كنتوا أسرع من المجموعة تجريب جربتم بشكل أسرع من تجريب بشكل أسرع وزعنا المهام شكوية طيب أعطيكم ملف عارفة طبعاً السؤال كان سهل جداً مقارنة بمستوى الطلاب العالي السؤال كان سهل جداً ولم يستغرق الوقت طويلاً يجيب الطلاب على هذا السؤال السؤال مم صعب لكن يعتمد على التجريب لأنه ممكن يحل جبرياً لكن راح تتأخذ وقت مدة طويلة وعندك بالقدارات مجرد دقيقة واحدة فلازم تحلوا بسرعة فأفضل طريقة هي التجريب فجرمنا بالخيار الأول وظهر ما طلع صح فجرمنا بالخيار الثاني وكان الجواب الصحيح ويعني ما كان فيه فكرة كان تجريباً هو بعد تجريب الخيارات الخيار الثالث هو اللي كان طلع معنا صح فيها واخترناه تجربنا في الخمسة لأنها في الوسط إذا كان الناتج أقل نختار عدد أقل إذا كان أكثر نختار عدد أكبر الجواب الصحيح كان واضح شوي فأختار دائماً بالقدارات دائماً حاول تختار لقم اللي في النص واللي يبدو صحيح عشان تقدر تطلع زيادة تقدر تنقص على حسب الجواب هل هو طلع أكبر أو أصغر لا ما أخذ الضغط طويل لأنه كان بالتجريب وصدفت من أول تجربة كفريق واحد كفريقنا نحن كنا متفقين على الحل هذا والفريق الثاني بعد كانوا متفقين معنا بالحل هذا الأسئلة لو قدرت تحلل حالك كلنا يعني نقدر نحلها لكن العمل الجماعي دائماً يفضل كان في مشاركة بس مشاركة عن تساعد أنه يكون حل أسرع مشاهدينا شوفنا حلقة اليوم وجواب هذا السؤال الجواب جيم 5 شوفكم حلقة قادمة وفي أسئلة قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة